شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض في أعمال الاجتماع التاسع والأربعين للجنة الإقليمية لمنظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط والذي أقيم في المملكة الأردنية الهاشمية وترأس الدكتور ناصر علي قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وفد مملكة البحرين في الاجتماع حيث أكد التزام المملكة في تقديم منتج سياحي متنوع وفريد من نوعه على مستوى المنطقة مع المساهمة بصورة أكبر في إثراء القطاع السياحي والإقليمي وزيادة مساهمته في نمو اقتصادات دول الخليج العربية والشرق الأوسط ككل وأشار قائدي إلى أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض تسعى لتعزيز التعاون مع اللجنة الإقليمية والدول المجاورة في مجال المشاريع السياحية والمبادرات الرمية إلى تطوير المنتج السياحي على مستوى المنطقة من أجل استقطاب أعداد أكبر من السياح حول العالم